عام كامل قضاه أكثر من أربعمائة فلسطيني مبعدين على الحدود الفلسطينية اللبنانية قبل سبعة وعشرين عاماً في قضية شغلت الرأي العام حينها وعرفت باسم قضية مبعد مرج الزهور منهم من استشهد ومنهم من هو رهن الاعتقال في سجون الاحتلال وآخرون لا يزالون يقدمون لفلسطين كل في مجاله رغم مرور سبعة وعشرين عاماً على الإبعاد الجماعي الذي نفذته سلطات الاحتلال لما يقارب أربعمائة وخمسة عشر فلسطينياً من القيادات السياسية والاجتماعية والأكاديمية إلى منطقة مرج الزهور جنوب لبنان لا تزال فصول هذه الحادثة ماثلة خلية تتبع لحركة حماس في شهر 12 1992 اختطفت جندي إسرائيلي وعطوه الإسرائيلي مهلي حتى إطلاق صراح أحمد ياسين فرفضت إسرائيل فقاموا بقتل هذا الجند وإلقاءه على طريق القدس أريحا جن جنون رابين وأركان وجيشه والشبك فأقدم على جريمة أكبر جريمة إبعاد في تاريخ القضية الفلسطينية أبعد 417 فلسطيني جلهم أو هم ينتمون لحركة حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة رفض المبعدون مغادرة المكان الذي نزلوا فيه وأنشأوا مخيماً لهم في تلك المنطقة أطلقوا عليه اسم مخيم مرج الزهور أو مخيم العودة بين عشية وضحى وجدنا أنفسنا على الحدود اللبنانية كنا جزء معتقلين وناس اعتقلوا في نفس الليلة أقروا إبعادنا ووجدنا أنفسنا على الطريق في المنطقة الفاصلة بين فلسطين ولبنان مكثوا هناك سنة كاملة وجالت صورهم يقايمون الإبعاد وسط الأجواء الثلجية العالم حيث نجحوا في استقطاب اهتمام وسائل الإعلام العربية والأجنبية كما نجحوا في إحراج حكومة إسحاق رابين حتى نقدر ندفحها كنا كل أربعة نعود على صخرة ونحط نفحة بحرام نظهرنا لبعض زي العساس ندف بعض كان فينا مهندسين كان فينا طباء وعملوا عيادة طبية وصار القرى حتى يجوا علينا وعدنا سنة تقريبا كان صعبة جدا 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 لأنه كان الأكل قليل جدا والبرد يعني قارس تلجي حشد المبعدون التأييد لهم لدى الرأي العام من خلال تحويل المنطقة التي أبعدوا إليها إلى ميدان للتعليم والخدمات الصحية نموزج يعني فتحوا جامعة كان في دكاترة في الجامعة كان من المبعدين في طلاب وفي أسادة ففتحوا جامعة فتحنا عيادة طبية كان معنا 11 طبيب المهنسين يشتغلوا يعني بالموضوع أيضا كيف نرتب هذا فالحمد لله كان ترتيب والأكل أنا كنت مسؤول بلداء عن المطبخ نظم المبعدون عدة مسيرات باتجاه فلسطين المحتلة أبرزها مسيرة الأكفان حيث لبسوا الثياب البيضاء وساروا تجاه الحدود مع فلسطين المحتلة عام 48 في مسيرة الأكفان وصلنا إلى منطقة كان يستخدمها الفدائيين فيها خنادق وفيها غرف تحت الأرض ووجدنا على الصخر محفور فتحلان هناك قصفونا بالغذائف المدفعية أصيب عدد مبعدين هناك توحد الدم الحمساوي مع الدم الفتحاوي في أرض قصفنا واستهدفنا في الاحتلال وقد استهدف قبلها الفدائيين الفلسطينيين محطة من تاريخ انتفاضة الفلسطينيين الأولى الذين تحدوا الاحتلال ونجحوا بفضل صبرهم وتحديهم بانتزاع قرار عودتهم من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرى رؤيا اشتركوا في القناة